طيب انا عايز عليك على سنائي الدفاع النادي الان النهاردة لتين سنتر باكس رامي ربيع وخالد عبد الفتاح اول سؤال النهاردة الاهلي بيلعب بتلاتة اسين غايبين انت تتكلم في محمود متولي ومحمد عبد المرأة ومياسر ابراهيم مش موجودين ورامي ربيع جاي من بعيد خالد عبد الفتاح اصلا اول مباراة يشارك فيها اساسي هو راجل زهير ايمن بيلعب سنتر باك الاول هلكم تتوقع ان خالد عبد الفتاح ولا هيبقى سنتر باك محمد هاني باك رايت ولا العكس لا انا توقعت العكس يعني الواحد كان بيتخالي الاداء كده بيتخالي التشكيل قلت خالد هيبقى باك رايت ومحمد هاني ان محمد هاني برضو لعب كتير وعنده رصيدة عند الاهلوية في حيطة الجمهير اهلي ان لعب سير دي باك كتير فاعتقد ان هو كان هو اللعب سير دي باك لكن طبعا الراجل ان هو ياخد القرار ولعب خالد عبد الفتاح ان هو وصل له معلومة ان خالد لعب ماتشين مع اسموحة وهو في اسموح لعب ماتشين هو سير دي باك الولد كويس وقعني كويس عالكورة وعنده سرعات فيبقى هو سير دي باك ممكن يبقى سير دي باك كويس طبعا النهاردة كان برضو نديله حقه ان هو من جمه اللقاء النهاردة صح اول مباراة لقدام الزمالك ويلعب مكان بش مكانه تبقى حقه كويسة لجنة وبصرحة رامي النخبيعة يا رامي رابية محتاج ياخد حقه شوية عشان رامي دايما بيجيب لي فترات طويلة وبيتحط دايما زي بيقولو كده في الدرج الفترات طويلة وبيبقى ترتيبه رابع وخامس رابع كبيرة بصر رامي عنده خبرات كويسة ويرجع يلعب كويسة رامي عنده خبرات كويسة لسهو بيبقى فيه وقت بيبقى مندفع شوية فبيتهاور مثلا في ضربات جزاء او يعمل حاجة فده برضو يعني مشكلة جمهور اهلي وزمالك ما بينسوش وذات في المتشاط الكبيرة بتنقص لك رصيد بتنقص شوية بياخد يعني يعني بياخد عنك انطباع ان انت متهور ان انت بتعمل ضربات جزاء فهي دي مشكلة لك رامي طبعا عنده خبرات ولعب صغير ولعب فكذا مركز وعنده سراعات ولعب يعني مواصفات مدافع كويسة لكن هو حتي التهور دي اللي عنده لكن النهار ده هو كان هديش كويس والسناية صراحة كويسة النهار ده انهم يلعبوا اثنين اول مرة مع بعض رامي بقى له فترة ما يلعبش خالد اول مرة يلعب يلعب في مكان مش مكانه ولعب بالاداء ده انا انشاء برضو خالد كامل جمع اللقاء النهاردة